يا رب حضراتكم مرة اخرى زي ما قلت لكم قبل الفاصل واحد من المدافعين اللي ظهروا بشكل كويس جدا في اول تلات اسابيع في الدوري احمد خليل كلوشي مدافع نادي انبيا كابتن احمد مشرف ومنور سعيد جدا شكرا بحضرتك كابتن كريم ان شاء الله يبقى اول ظهور مع حضرتك كده يبقى كويس اخبارك يكله كويس مباراة كبيرة طبعا دي المباراة اللي الجماهير المصرية عارفتك بقى او بدأت تعرف عليك بدأت تتكلم على اسمك كتير مباراة نادي الزمالك وكادة بداية او اداء رائع جدا مع ايبي في هذه المباراة دفاعيا بالمناسبة عشان بس انا محبش فكرة انه ننخص الموضوع ان فيه جولة سجل لكن دفاعيا كمان انت عملته مباراة محترمة اه طبعا يعني الناس زمالك نادي كبير طبعا والمشات دي طبعا زم حداك بتقول اللي هي بيبقى الاعلام كله والناس كلها ومصر كلها بتتفرج على المرشات دي فهي دي المرشات اللي انت بتقدر تثبت فيها اللي انت يعني يعني العب كويس وتبين للناس ان انت موجود واللي انت عايز يعني انت بتبعايز وكله بتعمله بتلخصه في المبارا دي بيجيب لك الهدف يعني هو مش عايزين نطع عطول على الهدف يعني لسه اخش في الحوار بس هو نطع عطول على الهدف الهدف ده من الاهداف الحلوة يعني مش بس ضربة رأس عادية هي ضربة رأس قوي جدا هيا كده زي بالحاجات اللي مشوفها في الدول الإنجليزي كده اللي هو هي رزق كده مش اللي هو بسيطة يعني الجول ده انت متضرب عليه انا عارف ان انت راجل هداف يعني مش بس.. يعني قبلها بيوم احنا بنعمل مع كابتن كوشر بنعمل السوابت قبلها بيوم احنا كنا عارفين ان فرقة الزمالك ما بتلعبش منتومان بتلعب زون حلو فكان كل لعبنا ان احنا في واحد بيروح على العرض الاولية زي احمد يوسف كده ما عمل والباقي يجي من الحركة فانا في التمرينة اللي هي قبل الماتش بيوم دي جايب جنين بنفس الطريقة دي كده بدماغي ممتاز فانت مدمرن عليها وعارف ان الله هيحصلوا عارف ان هم بيلعبوا زون فما بقاش من بدر ان انا روح هسلم نفسي للمدافع فهاجم الحركة احسن انتو كان لجوا اصلا اكتر من ضربة ركنية قبل دايت جاننا ثلاثة ثلاثة في واحدة الشوت الاولاني وفاول وثلاثة شوت التاني ودي وفقته فيها وسجلتها هي دي اصلا كانت الركنية الاول وبعد كانت لعبت الرد التاني ام الباكليفت بتاعنا محمد حمدي ام لعبها تاني ام اتطلع على الركنية تاني بعد كانت لعبت مرة واحدة فهي كانت عايزة وفقته وفقته وسجلت الهدف طيب الحمد الله